اذا اردت المحافظة على صحة صلاتك فتجنب مبطلات الصلاة ومنها بطلان الطهارة قال صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور وكشف العورة فان انكشف جزء يسير من غير تعمد لم تبطل صلاته وكذا لو انكشف جزء كبير وستره في الحال والانحراف الكثير عن جهة القبلة من غير عذر ووجود نجاسة على بدن المصلي او ثيابه او مكان صلاته فان علم بها فازالها في الحال فصلاته صحيحة وكذلك اذا لم يعلم بها الا بعد انتهاء الصلاة والحركات الكثيرة لغير ضرورة قال تعالى وقوموا لله قانتين قال ابن عبد البر اجمعوا ان العمل الكثير في الصلاة يفسدها وترك ركن من الاركان او زيادة ركن فعلي كالركوع والسجود عمدا او تقديم بعض الاركان على بعض وتغيير بعض الفاتحة تغييرا يحيل المعنى كأن يضم تاء انعمت فيقرأها انعمت وترك واجب من واجبات الصلاة متعمدا ذاكرا كالتشهد الاول وقطع النية بان ينوي ترك الصلاة والسلام عمدا قبل تمامها والكلام العمد في غير مصلحة الصلاة مع الذكر والعلم اما الناس والجاهل والمتكلم في مصلحة الصلاة فلا تبطل صلاته بذلك والقاقها اما مجرد التبسم فلا يبطل الصلاة والاكل والشرب عمدا اما اذا ابتلع ما بين اسنانه دون تعمد فلا تبطل صلاته فحافظ على صلاتك وعلى سائر اعمالك واحذر مما يبطلها قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم